أكد وزير الخارجية سمح شكري الدورة الهام الذي تطلع به وكالة الأنرى في تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين والدورة الأساسية في تقديم المأوى والمساعدات لسكان غزة وخلال اتصال هاتفية تلقاه من نظيره نيوزيلندي أكد شكري ضرورة سمرار المانحين الدوليين بما في ذلك نيوزيلندا في تقديم الدعم اللازم للوكالة والنائع عن تبني قرارات بتعليق تمويل في خضم الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة وذكرت وزارة الخارجية في بيان أن الاتصال جاء في إطار حرص الوزيرين على التباحث بشأن سبل تعزيز مختلف آليات التعاون الثنائي بين البلدين وأكد الوزيران أهمية الفرص المتاحة للدفع بمصاري العلاقات الثنائية على الصعيدين السياسي والاقتصادي لأفاق أوسع